ورح تكملي اللي بلشت فيه أنا وهذا الشي اللي مطمني ما رح يكون سهل عليك يمكن تتعرضي للإهانة بس أنت رح تتحملي رغم أنك من عيلة كبيرة وغنية ومعروفة رح تطلعي صغيرة قدام الكل بعد فترة لا بابا ما حدا رح يقدر يهني أنا ما عدت صغيري هلأ عانيت إهانات بما في الكفاية منهم وهلأ صار وقت إني أخذ قراء آه أي وهيك بدي أكد كون يا بنتي كوكيلة هاد هو السلوك المطلوب مشان تبرد كل النار يلي جواتك أخيرا ومثل ما قالوا يلي قبلنا القصة ما بتصغر لحتى تكبر موسيقى لا بابا النار الكبير اللي رح تشعل بهذا البيت ما رح خليها تصغر بنوه بس هم تستنى لشو شو القرار اللي رح ياخدو عمي لا تدقي حالي كله بيوم جدي جدي نحن ما كنا متصورين أبدا أنه رح نضطر نعتذر منك على أخطاء أهلينة نحن كتير خجلانين يا جدي يلي عملوا أهلنا هدول قبل ما يصيروا أهليكن هنن ولادنا نحن اللي المفروض نخجل أنه هنن عملوا هيك شغلة بشعر أنا أسفل أن كنا اضطررت وتعتذروا عنه لا ستي لا تحكي هيك ما بيهم شو عم يقولوا يا جدي أولادك ما المفروض أنهن يفتروا عنك أبدا إيه جدي نحن ما بدنا هذا التأسين بترجاك يا جدي أنتو الكبار بهذا البيت بترجاكوا لا تاخدوا أي خطوة عاطفية بعدكم عنا عن جد نحن بحاجتك يا جدي نحن بدنا العيلي كله ياتا تبقى دائما مع بعض إيه يا جدي اسمعني جدي أنت تعبت وقدمت حياتك لهي العيلة هي العيلة كلها ياتا واقفة على رجليها بسبب تضحياتكم أنت وتاتا ونحن ما رح نسمح أبدا أنه ينهار هالشي هيك ببساطة مو هيك يا جدي نزل التردد الجديد لزي ألوان واحد واحد اثنان سبعة سبعة الاستقطاب رأسي معدل الترميز سبع وعشرون ألفا وخمسمائة معامل تصحيح الخطأ خمسة على ستة موسيقى